السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائنا المشاهدين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وأي حد بقى يشوف الآية الكريمة في المنام وإيه علاقتها بالتوبة في الواقع وهنقول إن الإنسان اللي في الواقع اللي كان بيعسي ربنا سبحانه وتعالى وتاب واستغفر الله لكل ذنوبه وشاف بقى رؤية في المنام الآية الكريمة واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فإن شاء الله سبحانه وتعالى الرؤية هنا هتكون دلالة لي على إن الله تقبل تبته وإن الله سيعطيه في الدنيا خير وحياة جديدة جميلة وهيجزيه في الآخرة مقابل تبته وهيبدل سيئاته إلى حسنات والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم واشكركم على حسن استماعكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر